عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي دبالي لاستكمال مناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين واستأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاقتماعية للعام المالي 2022-2023 ومشروع الموازنة العامة للدولة جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين استهل المجلس جلسته بالإعلان عن إحالة 43 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى تمت الموافقة عليها وتوصية بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات كما أحال رئيس المجلس تقريرين بشأن اتفاق منحة التعاون الفنية المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير بالإضافة إلى اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الخاص بمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان إلى اللجان المختصة وخلال الجلسة وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وقد طرح عدد من النواب أراءهم واقتراحاتهم من حيث نبدأ رئيس نحن نوافق على الاتفاقية لأنه تتماشى مع ندعو إليه وهو دعم الفلاح المصري ومؤاذرته وخلال الجلسة استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك للعام المالي 2022-2023 ومشروع الموازنة العامة للدولة أمر محمود في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية نجاح الدولة المصرية في تخصيص مجموعة من المخصصات زيادة مخصصات الصحة بنسبة 18% لتصل إلى 128.1 مليار جنيه هو أمر محمود أمر محمود زيادة مخصصات التعليم بنسبة 12% لتصل إلى 192.7 مليار جنيه أمر محمود رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 4% لتصل إلى 293.4 مليار جنيه توقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 8.5% إلى 8.4% هو أمر محمود تقليص نسبة العجز إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي أمر محمود تحقيق فائد أولي قدر 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أمر محمود من جهتها أكدت الحكومة أنها ستتعامل بجدية مع ملاحظات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022-2023 ولفتت الحكومة إلى أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد تعكس الحرص على استكمال المسيرة التنموية وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وفي نهاية الجلسة رفع رئيس مجلس النواب المستشارة دكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن تستأنف غدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة